وينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور أيمن غنيم أستاذ بكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية أهلا وسهلا بحضرتك معنا أهلا بشياتك يا فن يعني في البداية نتحدث عن هذه السياسة التوسعية لتكتل بريكس تم ضم ست دول وبالتأكيد سيكون هناك ضم لدول أكثر حسب تصريحات القادة بالأمس خلال الأشهر المقبلة ما تأثير هذا التوسع في النظام العالمي؟ والله يا فندم هي مجموعة البريكس اللي كانت تتضم زمان البرازيل وروسيا والهند والصيم وانضمت لهم بعد كده جنوب أصباقية حتى تحولت من كلمة بريكس إلى بريكس على عتبار الحروف الأولى من اسم كل دولة النهاردة احنا بناشهد زيادة للوزن النسقي لهذه المجموعة يعني بعد الموضوع على ضم ست دول أخرى وهي طبعا أرجنتين، إثيوكيا، إيران، سعودية ومصر والإمارات العربية كده يبقى الوزن النسقي لمجموعة البريكس في الأقصاد العالمي ده لو بنجيسه بالنتج المحلي، النتج المحلي اللي هو مجموعة السرعة والخدمات المستجعة داخل حدود الدولة في عتل سرال عام واحد فبيزيد حجم البريكس من 26 تريليون دولار، يعني تقريبا 26% من الحجم الأقصاد العالمي ده من 2022 بيصبح حوالي 29 تريليون دولار، يعني 29% من حجم الأقصاد العالمي وأيضا الوزن السكاني، يعني كان الوزن السكاني تقريبا 3 مليار و 670 مليون ناسما، يعني حوالي 40% من عدد السكان العالم دلوقتي لأنه هو أصبح 3 مليار و 670 مليون ناسما، ده اللي هو بيمثل حوالي نصف سكان العالم بعدما كان حوالي 40% من عدد السكان العالم أيضا بيبقى فيه زيادة في نصيب البريكس من التجارة البيانية العالمية اللي هي كانت وصلت إلى 16% من التجارة البيانية العالمية الحقيقة يعني احنا نعتبر ده نجاح جديد للدكتوماسية للقتصادية المصرية لأنه دائما الدكتوماسية للقتصادية المصرية تسعى إلى يقامة علاقات وثيقة وعلاقات قوية وإلى خلق توازن دقيق الحقيقة في العلاقات للقتصادية المصرية سواء مع الشرب أو مع الغرب طبعا الغرب الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاءها الأمريكية الشمالية كندا المكسيك اللي بيمثلوا دول النفة وعندها الاتحاد الأوروبسي ده غربا في الشرق بتبذل قوة البريكس الهند الصين روسيا والدول المتعاونة معها مصر ديما قلنا بتسعى للقامة علاقات يعني متوازنة وعلاقات قوية مع الجميع على أساس مبادئ الدبلوماسية المصرية اللي هي يعني تعظيم التعاون المشترك وهذا النجاح الحقيقي هذا النجاح لديبلوماسية المصرية وهذا النجاح بانضمام مصر إلى تكتل بريكس نقرأه ونتابعه في ردود الفعل الدولية كيف تتابع ردود الفعل الدولية على انضمام مصر إلى تكتل بريكس أكيد أن مصر دايما معروف عنها مبادئ رسيخ الحياة في الدولوماسية زي ما قلنا عدم التدخل في شئون الغير تعظيم التعاون المشترك احترام المصالح المشتركة والبناء على المصالح المشتركة البناء على المشتركات وتعظيم التعاون من أجل منفعة الجميع يعني السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كان يوضع لنا مثلا هدف الوصول إلى 100 مليار دولار تصدير في العام ومصر بتتحرك بقوة من أجل الوصول إلى هذا الهدف لما يجي شوفوا التصدير المصري هو وصل إلى 51.7 مليار دولار ده في 2022 في العام المالي المنتهي 31 ديسمبر 2022 ولما يجي قرنه حتى بالعام المالي المنتهي 30 يونيو 2022 هنلاهي كان 43.7 مليار دولار فهذه القفضة بتبين المجهودات الحقيقة التي تعملها مصر من أجل زيادة التصدير بتاعها أيضا هناك محور التمويل يعني إحنا لو نذكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كان يتكلم على احتياجات أفريقيا التمويلية يتكلم على هذه الاحتياجات في افتتاح بنك التنمية الأفريقي افتتاح اجتماعات بنك التنمية الأفريقي كان في مايو 2023 الرئيس يعني ألقى ضوء أنه أفريقيا محتاجة حوالي اتنين حوالي 200 مليار دولار سنويا ده لتحقيق التنمية المستدامة حوالي 140 مليار دولار سنويا ده معالجة الأثار الباقية لكوفيد 19 من انقفاع ثلاثة للشحن وخروج العديد من الشركات من السوق محتاجة حوالي 108 مليار دولار سنويا ده لتمويل تحديث البنية الأساسية طبعا للأسف المؤسسات التمويلية الدولية زي صندوق النقد وزي البنك الدولي لسه لغاية دلوقتي ما عملتش التحديث الكافي للسياسات والقطر بتاعتها وبالذات قطر إدارة المخاطر والتحوط والتحوط ضد المخاطر علشان تقدر تواكب هذه الاحتياجات وتواكب المتغيرات في الاقتصاد العالمي طيب بخصوص هذه السياسات سياسات التمويل والسياسات المالية هل يعني هذا التكتل الاقتصادي الكبير والذي يتوسع تكتل بريكس هل يمكن أن يغير من السياسات المالية والنقدية في العالم ويتم يعني تحرير القيود المفروضة على العديد من الدول بسبب الدولار أكيد هو احنا عندنا لو بنتكلم في التأثير التمويلي ليس فقط انضمام مصر ولكن انضمام مصر مع خمس دول آخرين إلى التجمع اللي بيضم خمس دول وبالتالي رفع إلى 11 دولة وزيادة الوزن النسبي زي ما قلنا للتجمع إلى تقريبا 29% من حجم الاقتصاد العالمي فأولا تجمع بيسعى إلى أنه عنده بنك التنمية الخاص بي وأن يطور هذا البنك الاستجابة لاحتياجات التمويل الخاصة بالدول النامية بالدول المتضررة مثلا من عملية تغير المناخ أولا أيضا الدول الكبيرة الموجودة في التجمع زي الصين وروسيا التعامل معها في مسألة التجارة البيانية وفي الاستثمارات بذلك مسألة خاصة بالتطاقة المتجددة من منتظر حيث أن يبقى فيه مرونة تمويلية في هذا التعامل هناك أيضا فكرة تخدام العملات المحلية في التجارة البيانية لازم نفهم أن استخدام العملات المحلية في التجارة البيانية ده له أكثر من تأثير مش تأثير واحد يعني دائما الناس بتنظر إلى أنه ده سيؤدي إلى يعني توفير الدولار وتوفير الدولار والاسترليني واليورو بدل ما استخدامهم في المعاملات مع دول بريكس نقدر نوصرهم وبالتالي نستخدمهم في المعاملات مع الغرب لا هو مش بس كده هو أولا ده هيؤدي إلى زيادة التجارة البيانية ما بين دول بريكس ما بين إحنا كمصر وما بين دول بريكس يعني ستكتخيل مثلا أنه كأنه السياحة الروسية بنبدلها بالأمح مثلا يعني ما يجي السواحة الروسية النهاردة ويدفعوا بالروبل وبعدين إحنا نستخدم هذا الروبل بعد كده عشان نشتري أمح من روسي ده هيزيد حجم التجارة البيانية وبالتالي هيزود من حجم السلع والخدمات الموجودة عندي في السوق وبالتالي هيقلل من الضغط على التفاع الأسعار وأيضا على الجانب الآخر لما أوفر الدولار والعملات الغربية الموجودة عندي أوفرها وما تعملش بيها مع البريكس أوفرها للتعامل مع الدول الغربية فده هيزيد من قدرتي على استيراد السلع والخدمات وبالذات السلع الرقسمالية ومتزمات الإنتاج من الدول الغربية فكل ده بيزود من حجم المعروف من السلع والخدمات عندي بيقلل من الضغط على التفاع الأسعار وبيساعد على دفع عملية التنمية الفكرة أو المحصلة أنه مصر الحقيقة حققات برضو نقدر أقول كويك وينز أو حققات مكافر مباشرة من ده أنه بيتأكد يوم عن يوم على السحر العالمية مدى الاحترام والتقدير اللي مصر بتحصل عليه والسياسة الخارجية المصرية الحقيقة يعني بتحصل عليه وقدرت أنها تحققه على اعتبار مصر أولا دولة محوارية في المنطقة وفي أقليم الشرط الأوسط وفي العالم كله على اعتبار مصر هي مفتاح إفريقيا بالذات مع المشروعات الكديدة وإحنا طبعا مشروع المنطقة لتصوديق القناة السويس اللي احنا برضو منتظرين يعني انضمام مصر دول بريكس أنه يتم زيادة في الاستثمارات الأجنبية والجاية من روسيا الجاية من الصين في هذه المنطقة بما طبعا يعقوب النفع علينا وبما يزيد من فرص التشغيل يقل البطالة يزود من تنمية اقتصاد فيوم عن يوم بيتأكد الحقيقة دور مصر وبيتأكد احترام الدولي يعني مصر بتاخده ومصر بتحصل عليه في ظل القيادة السياسة الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوجيهه للديبلوماسية الاقتصادية المصرية اللي هي عنصر اساسي في السياسة الخارجية المصرية ونحن تابعنا بالتأكيد نتاج ذلك فور دخول مصر رسميا كعضو رسمي في تكتل البريكس أنا بشكرك شكرا جزيلا الدكتور أيمن غنيم الأستاذ بكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية شكرا جزيلا لحضرتك على وجودك معنا